النهاردة هنتكلم مع بعض واندخص الحلقة التانية من مسلسل خارف عمر وحنعرف ابطالنا النهاردة في الحلقة دي هيعمله ايه في البداية بنبدأ بالمحامي عمر الدالي اللي بيستدرج واحد شيخ وبيقول ان هو عايزه علشان يصلح له الجهربة في البيت وبعد كده بيستدرجه وبياخده وبيقتله وبيروى عدل بيت فهل ليه يطرى قتله عمر الدالي المحامي هو اصلا قاتل متسلسل وحنشوف الجرائم اللي حيرتكبها من خلال الاحداث مش بس كده ده راح كمان لواحد صديقه يشتغل طبيب شرعي وقال له ان هو معدي على بنته في المكان ده وان التليفون بتاعه قطع شحل عزم عليه الدكتور ان هو يروح عنده يشحن تليفونه ويكلب بنته لكن للأسف غادر به ويخنقه وقتله وهرب على طول الشرطة بتبدأ تبحث عن مين اللي قتل للطبيب الشرعي ده وبتبدأ الجرائم تزيد المقدم فارس بقى في الحلقة دي كان معه حبيبته وبيتفرج على المقابلة بتاعته مع مهند الاعلامي وبتقول له حبيبته ان كده محدش حيارة فيتكلم معاك انت اصلا لوحدك محدش قادر يا حكيكي بقى دلوقتي لما تنشهر وبتطلب منه ان هو يساعدها كمان في موضوع المسرح اللي هي عايزة تمثل فيه وانه يتوسط لها علشان خطر تمثل وبيفوق على حلم فضيع والحلم ده بيكون هو فيه وهو صغير تعرض لحريب مع اهله فضل يبكي في الحي لحد بخرجوه اهله كلهم ماتوا اما عن هشام عنابة رجل الاعمال فبيتدخل للصلح بين حارتين بينهم شباب متخانئين مع بعض اتدخل للصلح بينهم وطبعا المفروض هو كبير بتاعهم فبيتدخل للصلح سمر زوجة رائد هزقته وقارت له ياريت تكون فيك شوية من طيبة ابوك لانه فج جدا معاها وبيعملها معاملة مش كويسة مهند بقى بيروح لواحد بيجيب له اخبار دايما وبيطلب منه حاجة وبيتديره في الورقة مكتوب فيها تجارة البشر والراجل ده بيتخضر ما بيارها الحاجة زي دي فحنشوف ايه اللي ممكن يحصل في الحلقات الجاية وجهك الملخص كده سريع اللي حصل لابطالنا في احداث الحلقة التانية من مسلسل خريف عمر يا رب الفيديو كنا ليعجبكو اشوفكو على خير في فيديو تاني وحلقة جديدة من مسلسل خريف عمر احبكم كتير بايبا